تحت عنوان سبول الوقاية من مخاطر الانترنت نشرت قوى الأمن الداخلي سلسلة إرشادات رقمية عبر موقع الإلكتروني وتهدف الإرشادات إلى حماية الأطفال والعائلة والأجهزة الإلكترونية والتوعية من المخاطر السبرانية ومن أبرز تلك الإرشادات الحفاظ على الخصوصية لأن كل ما ينشر على الإنترنت يصبح في متناول الجميع وتجنب الضغط على الروابط والإعلانات الواردة من مصادر مشبوهة تغطية الكاميرا الموجودة في الكمبيوتر والهاتف المحمول وتجنب وحدثة الغرباء أو لقائهم والإبلاغ عن أي ابتزاز أو تهديد أو خطر إلكتروني قد تواجهه أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تخصيص مبلغ 500 مليون يورو لتطوير الذكاء الاستناعي بهدف جعل فرنسا رائدة في هذا المجال كلام ماكرون جاء خلال حضوره معرض فيفا تكنولوجي في باريس حيث أشاد بالمشاريع الناطقة بالفرنسية مع تزايد القلق بشأن هيمنة اللغة الإنجليزية على أنظمة الذكاء الاستناعي نحتاج إلى أن نضع هدفا لأنفسنا يتمثل في مضاعفة الدورات التدريبية ولكن قبل كل شيء نحتاج إلى المساهمة في تطوير 5 إلى 10 مجموعات للذكاء الاستناعي لتصل قيمتها إلى 500 مليون يورو بحيث يصبح 2 أو 3 منها على الأقل ضمن المعايير العالمية حصل برنامج تشات جي بي تي على علامة مقبول فقط في اختبار الفلسفة وذلك بعدما درب لإنشاء مقالة فلسفية وكانت شات جي بي تي بمواجهة فيلسوف رافاييل انتوفين نظمتها مدرسة مخصصة في التجارة والتكنولوجيا ونالت شات جي بي تي علامة 11 على 20 بينما حصل انتوفين على 20 على 20 وتمثل السؤال الذي استندت إليه المسابقة حول ما إذا كان الفرح مسألة عقلانية ويستنتج من هذه المسابقة أن الفلسفة هم الأشخاص الذين يصعب استبدالهم بالذكاء الاصطناعي في الفلسفة الذكاء ليس كافيا يجب تعزيزها بالحطس والمشاعر يجب أن تكون نابعة من القلب للقلب أسباب التي لا يعرفها العقل هذه هي عقيدة الفيلسوف يبدو بعد الخبر أن الصحفيين كمان بمأمن هذا الشيء بطمين الفلسفة يعني صحفي فيه شيء من الفلسفة عندهم ترجمة نانسي قنقر